سبقى الخير عليكم والله وسهلا بكل زهار قناتي بعد ما ربنا بيتمش فاكي على خير من دور برد او برد جديد بقى برشح او الفنونزة بتلاحظي حوالين منخيرك او في منطقة الانف في زي كشور كده ده غالبا بيكون نتيجة الاحتكاك يعني نتيجة الاحتكاك انك بتمسحي منخيرك باستمرار فبيكون فيه جلد متقشر كده طبعا مهما حاولت انك تدريب الميكوب بتتلاقي يعني بتلاقي ان الامر بيزداد سوق مش بيتصلح اللي بعدة ب��ذن الله جايبلك وصفه hagaتخلص من الكشور دي فربع اسحه فقط لغير في نفس اليوم بام vouph 자�걸و بنغيو 33 من ميني كل اللي احنا محتاجينو هو ربع معلقة صغيرة من السكر ربع معلقة صغيرة من البن البن القهوة وعد كونreally اثنين لو بشرتك دهنية هيبقى نص لامونة صغننة او ربع معلقة صغننة من الزبادي تمامpas لو بشرتك دهنية هيبقى نص لامونة صغيرة لو بشرتك جفة هيبقى ربع معلقة صغيرة من الزبادي انا هحط اللمون عشان انا بشريتي طهنية. وهمزجهم على بعد. قبل معرفة الوصفة دي كنت دايما بقعد حوالي تلاتة او اربعة ايام استخدم الكريم المرتب حوالي من اخيري. تمزجهم على بعد بس حاول انك ما تقطريش المسج قوي. يعني كنت بقعد آآ حوالي تلاتة او اربعة ايام استخدم الكريم المرتب وبعد حوالي اربعة ايام بزبط بيبتدي يروح الكشور ديت. الوصفة دي بقى لما عرفتها الكشور بتروح في ساعاتها على طول. تمام? ادي كده اتمزجه وما حاولش ان انا همزج قوي عشان السكر ما يضوبش سواء مع الزبادي او الامون وبالزات الزبادي لان الزبادي بيدوب السكر بسرعة. تمام? باخد من الخلطة ديت وبحطها على منطقة المناخير. انا اعتبر ان دي منخيري. ونحطها على منطقة المناخير او الانف وبنفردها بس بالايد. وبتسيبها حوالي ربع ساعة. تمام? حوالي ربع ساعة او عشر دهائية لحسب الجو اللي موجود عندك. لحد ما تحس ان هي نشفة تماما. وبعد كده بتجيب فوطة. فوطة ضروري جدا ان هي تكون فوطة المنشافة بتاعت الوش. آآ الفوط اللي هي العادية المنشافة اللي هي بنشف بها وشنة او بنستخدمها بعد الاستحمام. ضروري كده ان هي تكون فوطة وهتبليها بمية دافية. يعني فوق الدافية شوية سخنة بس مسخنة قوي. يعني سخنة بدرجة هتحملها بشرتك. تمام? وهتبتدي بها بحركات دائرية اتقشار طبعا هيكون نشف. هتبتدي تقشر المقشر دوت. تقشريه بحركات دائرية خفيفة جدا بدون ما تتحكي. يا ما سوري. ما تكحاتي جامد. تقشريه خفيف جدا. وبعد ما تحس ان هو اتزال تماما وتنظفي المكان. بعد ما تحس ان هو اتزال تماما وهتنشفي بقى فوطة مشفة وبعد كده هتستخدمي. بعد ما تخلصي تقشير دوت هتستخدمي. زدتك كم. مرطب الشفاف. فقط هتستخدمي بس مرطب الشفاف. هتحطيه كده. وتسبيه. هتلاقي نفسك اتخلصت منها تماما في نفس اليوم وفي نفس الربع ساعة. تمام? يفضل طبعا يكون ابيض. لو في حد عايز يسألني ممكن استبدل زبدة الكاكاو بالفازلين. بصي انا مرة استبدلتها بالفازلين. ما حسيتش بنفس النتيجة اللي بتدهاني زبدة الكاكاو. تمام? وكمان الفازلين خدي بالك ما بيبقاش مناسب او للبشرة الضهنية. اوكي? فهتستخدمي زبدة الكاكاو رخيص ومتوفر في اي صيدلية وعند كل بنت. عند اي ستة او بنت. حتى اي واحدة عندها في البيت. حتى ممكن يكون بتستخدمي الاطفال كمان. مش ليك وبس. موجود عند كل بيت. بتدهاني بزد الكاكاو الدهنة خفيف. وبتسيبيها وبتلاقي نفسك خلاصة يعني الكشور دي اختفت بإذن الله. وكده تكون خلصت حلقات النهاردة. يارب تكون عجبتكم واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. سلام عليكم.